مرحبا فيكم حبالي ببرج العقرب خلينا نشوف الطاقة تبعتك برج العقرب في عنده أمنية خسر شيء وبده يكسب هذا الشيء مرة تانية فأنا بقول له من خلال الكرت أنه ما يحاول يسترجع الأديم لأنه فيه قدامه أو وراه خلينا نقول هو مش شايفه فرصة أكبر أو تعويض أكبر للشيء اللي خسره ما تضلك تحاول هاي نصيحة يعني بس يعني أمن الكرت قلت لكم إياه نصيحة أنه ما تحاول تطلع على هذا اللي خسرته الشيء اللي خسرته لا فيه شيء تعويض أكبر فيه شيء حلولة قدام فما تضلك تفكر بالأمور الأديمة الآن خلينا نشوف بشكل عام بعدين بنشوف شوي على العطفة بشكل عام إذن برج العقرب يارب يكون خلص من الفترة السودة اللي كان فيها إن شاء الله يكون خلص هذه الفترة طيب هذا بشكل عام زي ما قلت لك طاقتك رجعت تكررت هون شايفيتك كنت بالماضي عم تبني أصر مش إنه أصر يعني بشكل مباشر لا عم تبني مشروع عم تبني شيء معين ولكن فجأة هدم هذا الإشي بطل موجود هذا في الماضي ممكن يكون في الماضي القريب أو الماضي البعيد هذا الإشي عم بيأثر عليك لحد الآن نفسيا فالكلوت تقريبا إيجابية فإنسى هو الطاقة اللي قبل تلك قبل شوي لما طلعنا طاقتك إنسى هذا الموضوع لساتك أنت عم تفكر فيه بيبين هون عندي إنه فيه إشي قدامك فيه بناء يعني شوف هذا اللي انهدم شيء قديم شيء فيه مشاكل شيء فيه عوائق فإنت بالعكس إنت خلصت من هذا الموضوع ممكن يكون عمل عمل رديء كنت تشتغل فيه كان فيه كتير مشاكل فيه وهلأ بالعكس شايفه قدامك اللي هو من بعد هاي المشكلة من بعد هذا الموضوع عم بيكون بناء يعني مضبوط عم تحصل على فرصة فعلا بتستحق فإنسى الأدين تطلع لأقدام ورجع العقرب شايفيتك مثل عم بتميل للموسيقى عم تسمع كتير هاي الفترة يمكن حزينة يا أبصر عم تتذكر يا أما عم تتذكر حبيب يا أما يعني أنت عم بيكون مودك شوي متقلب هاي الفترة فشايفيتك في فترات رح تكون فيها زعلان في فترات رح تكون فيها كتير مبسوط طبعا زعلان مش لسبب يعني ما تخافوا مش ما في يعني وقعات ما في شي بخوف ولكن كمود يعني إنه مود بدون سبب بدون شغلة حتى تصير حتى هي شغلة هيك فترة مؤقتة رح تحس في بعض الفترات إنه في توترات يا برج العقرب بس ما في شي بخوف بالعكس أشوفك أنت انتهيت من شي قديم غير مربح غير مش في مصلحتك آآ والآن الفترة الجاي عم تتطلع على هذا على هاي الفرصة أو على هذا الموضوع وعم بتروح له شايفي كمان ممكن يكون فيه سفر عم بيفكر برج العقرب بسفر على عمل شايفي إنه هذا الموضوع رح يكون أبسط بكتير من ما أنت تفكر يعني أنت بفكره إنه معقد يمكن لسه ما بلشت بالإجراءات أنت بفكره إنه معقد إنه كذا بالفترة الجاي رح يتسهل كتير هذا الموضوع شايفيتك هون أريدي خلص مجهز أمورك بدك تسافر ولكن بيقولك إنه إنه ما تسافر لحالك يعني على الأغلب رح تسافر إما مع زوجة مع حبيب ما بعرف بس يعني ينصحك الورق بإنه ما تسافر لحالك لأنه إنت من الناس اللي شوي عاطفيين فيمكن إذا سفرت لحالك تكون كتير شاعر بالوحدة كتير تكون متعذب يمكن نفسيا فحلو إنك تسافر مع حدا مو شرط حبيب أو كذا ممكن يكون أخ ممكن يكون بس أنا شايفيتك مسافر مع حدا يعني مش لحالك شافي فيه كمان شخص ممكن يكون عندك في العمل شايف حاله ومش مصدق وأنت عم تاخده على أد عقله على طول الوقت ولكن هذا الشخص رح يكتشف أمور رح يكتشف أنه أنت ما أخده على أد عقله يعني رح يكون فيه شوية صراع للناس اللي أساساً عم يشتغلوا فيه صراعات شوي على خفيف يعني مش كتير هذا الشخص ممكن يكون هوائي ناري أو مائي أكتر إشي مبين مبين إنه كمان فيه وفرة مالية في نهاية الفترة أو طرقية خلينا نقول للناس اللي أوردي بيشتغلوا فيه فرصة جديدة كمان فيه فرصة جديدة حلوة كتير قلنا عنها للناس اللي ما بيشتغلوا من ناحية الصحة شوف الصحة انت بتعتمد على الموضوع النفسي فانت تعبان نفسياً بالورق فعم ينعكس على صحتك فانت شو لازم تعمل؟ يعني لازم إنه تضبط نفسيتك تحاول تعمل توازن فيه ما تفكر كتير ما تعطي للأمور أكتر من حقها لحتى صحتك تكون منيحة الإناث من برج العقرب عم بيهتموا جداً جداً في جمالهم هنا أساساً جميلات يعني بس عم يهتموا أكتر في كل الموضوع وفي كل المواضيع اللي بتحص الجمال شايفيتك هون عم تترك دنيا وتفوت دنيا جديدة تطلع من حبس والله فعلاً يمكن يكون في حبس بالموضوع أنت محبوس يمكن مسجون لا بمزح ممكن يكون بالمعنى المعنوي لهذا الموضوع إنه كنت محبوس جوه أفكار كنت محبوس جوه أوهام رح تفتح هاي الطاقة يعني رح تفتح في طاقة رح تنفتح مثل تفتيح عين أو رحانيات أو شي عم تطلع من هذا الحبس أو السجن أو الأوهام لأرض الواقع عم بشوف كمان ممكن تترك دنياك في الدنيا تانية تخلص سايكل من حياتك تبلش سايكل جديدة شايفة إنه في باب رح ينفتح لك هون أنا قلت في ناس عم بتكون متشائمة تركت شغل هكذا عم بيكون في نقص بالمادة طبعا نتيجة هذا الإشي يعني لأنه مرتبط المادة يعني عمل فعم بشوفك لا في فرصة جديدة في باب جديد عم ينفتح أنت ما كان يخطر على بالك أبدا خلينا نشوف شوي على العاطفة رح تمسك ايد الحبيب العقرب ما بتقولنا ما بتخبرنا في حب كبير في مشاعر كبيرة بيكنل لها في اياها الحبيب أو انت بتكون بتكنله اياها يعني أنا بعيدة بكل برج نفس الكلام بحثي لكم إنه القراءة ممكن تكون عكسية لأنه القراءات العاطفية أحيانا بتكون عكسية شايف الطرف الثاني يعني مش قادر على البعد في شغف كبير ناحيتك في شو في محبة وانت شو انت عصابك باردة علاقة ثلاثية ولكن ما بشوفها ذات أهمية ما بشوفها إنها مهمة وما في علاقة يعني ثلاثية مش مهمة ومهمة وكزا بس ما بشوفها إنها دائمة أو كزا بشوفها إنها مرة وحدة يعني خاصة إنه كرت واحد بيكن وخلاص بعديها في مصر على هاي العلاقة أول شي الطاقات قبل ما أنسى طاقات عم تكون هوائية زي ما أنتوا شايفين نارية مائية أكثر شي هلأ مش شرط إذا أنا ما ذكرت يعني مثلا طاقات معينة بتكون الأبراج مش موجودة ما دخل هاي طاقات يعني عادي ما بتأثر بس إحنا أنا بحكيها عشان أنتوا بتحبوا أنوا أحكيها هلأ بالنسبة للعاطفة شايفيتك يا عقرب عم أو العكس يعني يا أنت يا شركة عم تكتشف أكاذيب عم تكتشف موضوع معين بتعلق بيه الطرف الثالث عم بتحاول بعديها أنك يعني إما تجاكره إما تعطيه القدر اللي هو يعني تحجمه ما تعطيه حجم رح تعلمه درس زي ما هو ضحك عليك أنت حاسس بأنه بدك تضحك عليه شاعر بالانتقام يعني ناحية الطرف الثالث وأكنه ضيع الشريك من إيدك أو لهاك عن الشريك حاس هيك من الورق فيه عندك كتير صراع من ناحية العاطفة ما عم ترس على بر طول الوقت لكن بالفترة الجاي أنا بشوفك يعني خلص حصلت على الحبيب بكل أريحية شايف أن الحبيب شوي الآن عم بمر في ضيقة مالية ولكن هاي الضيقة يعني ما بشوفها مستمرة لوقت طويل بشوفك بشوف شوفه على الأغلب الأنثى إن كان أنت أو الطرف الثاني إن كان أنثى فعال الأغلب هي المنتصرة وهي اللي رح تكون يعني إلها اليد العليا في الموضوع هي اللي رح تكون ماسك الموضوع أو بتحركه بالطريقة اللي بدها إياها هي اللي رح تكون الليدر في الموضوع شايفي هاي العلاقة كتير شو شوف هدول الكرتين يعني مكملين لبعض نفس الصورة عم بتكونوا متشابهين كتير كتير انت ويانا ما عم بقول على الصعيد الثقافي وشغل هذا لا أنا عم بقول بالمستقبل بهاي الفترة رح تكونوا كتير قريبين من بعض بدرجة إنه يعني رح تشبهوا بعض والأخير فشايفي انت رح تقدم والطرف الثاني رح يقدم نفس الكاس كاس الحب فدول الكرتين مع بعض إنه واو يعني نادرا ما يطلعوا مع بعض وعلاقة مستمرة وجدية ما رح تكون اللي هي علاقة عرضية أو كذا عم بشوف واحد من الطرفين أو انت عم بتكون كتير شغوف على الطرف الثاني مش قادر تستنى بدك بأي وقت تبلش ولكن هذا صبرك رح يعني رح ينتهي ورح توصل للبدكية لأنه تن هون عنا رقم عشرة خلص انت خلصت التعب خلصت الأمور هاي كليات هالزنخة اللي فيها فيها عكوسات وعم بتبلش شي جديد مع الحبيب ركروت يعني حلوة بس يعقرب بطل التشاؤم انت وانت رح تشوف كتير أشياء حلوة لو تركت التشاؤم أو الأفكار يبعد عن ناس المتشائمة عم بشوف في حواليك يعني ناس كتير متشائمة أو عم بيحكو لك عم بيكسروا بمأديفك على قولة اخواننا المصريين حبيبنا اه او انه يعني ما بعرف في حواليك ناس بيحاولوا انهم يحطوك فابعد عن هاي الناس او همشهم ازا كانوا من العيلة اه بشوف للبعض من عندكم من العيلة نفسها فلو ما كنتوا لو ما كنتوا قادرين انه تبعدوا عن هدول الأشخاص ازا كانوا من العائلة ففيكم انه تهمشوا يعني تسمعوا من هون تطلعوا من هون فبس انكم تتعدوا عن اشخاص اه السلبيين شوف رح توصل لمرحلة رح تصلي فيها يمكن ركعتين شكر يا رب اه على موضوع انت كنت اه شوفوا هذا الشخص في جزيرة لحاله وحيد اه مثل مثل مثلث برمودة ما فيش يعني حدا هناك نهائيا اه اجهاله الفرج من ابعيد فبيقول لك thank that رح توصل لهاي المرحلة انا تشكر اه ربنا بكافة الوسائل على الامور اللي انت عم بتحققها بالفترة الجاي ان شاء الله يا رب الله كريم اه بس بقول لك زيح الافكار السلبية من من راسك اه لا تسمع اه اوهام لا عيش بالواقع زي ما هو كمان عم بشوفك يا عقرب البعض منكم عم بيحلم احلام اللي هي غير واقعية فلا بيقول لك امشي على الارض يعني امشي واحدة 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 ما تحلم بالشيء البعيد جدا لا احلم شوي شوي يعني انت رح تحقق الامور ولكن يعني شوي شوي ما ما بتحمل حالك اه اكتر ما بتستحمل طيب خلينا نشوف مسلا شو بنا نشوف خلينا نشوف هدول الكروت شو عم تقول لبرج العقرب شوف حبيبي هاي الطاقة بتعطيك طاقة ايجابية ازا كانت طاقتك ناقصة او سلبية فانت بتحولها لايجابية ازا عملت هذا الاشي سامح ما احكي لك انه تنسى يعني احنا مش من يعني احنا مش آلة او ماشين عشان خلص تكبس على الكتسة وتنسى الموضوع لا بس انه اه سامح على الاقل زي ما قلت قبل شوي ببرج من الابراج انه نقول حسبي الله ونعمل وكيل وخلص بكفي ما نحاول انه ننتقم ما نحاول لانه في شوي روح انتقامية عند بعض الناس اه راح تكون بيقول لكون انه خفف شوي من الحساسية اه كون عملي اكتر اه مشي امور اه ما تدقق على كل شي وكل اشي راح يمشي بس بيقول لك انه احزر من الحساسية ممكن الفترة الجاي راح تكون كتير حساس خفف من هذا الموضوع ازا كان موجود عندك حبايب ببرج العقرب برضا اشوف اشوفكم في